موسيقى وكان سور البيت المقدس خرابة قد خربه الملك المعظم وقد ذكرنا ذلك وتسلم الفرنج البيت المقدس واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه أقول حاول ابن الأثير تخفيف المصاب والتقليل من قفح الجريمة والخيانة العظمى التي ارتكبها ابناء الملك العادل المقدس فقدم مبررات خيانة فقدم مبررات خيانة بيت المقدس والمقدسات الإسلامية بإظهار قوة الفرنج وبخيانات الشارع الإسلامي إلى المستوى الذي أطاعه وانضم فيه طائفة من المسلمين إلى الفرنج وذكر موت صاحب دمشق الملك ابن العادل وكأنه كان حامل حما والمقدسات وكأن الفرنج لم يتحرك أصلا إلا بعد موته كما ذكر تخريب سور البيت المقدس موحيا إلى ضعف وسائل الدفاع عن البيت المقدس ولكنه جزاه الله خيرا لم يهمل أصل تخريب السور على يد ابن العادل نفسه إضافة لذلك حاول التخفيف عن الهزيمة والخيانة من خلال إشارته أنهم فقط يسلمون للفرنج البيت المقدس والمواضع التي استقرت معه ولا أدري ماذا بقي بعد البيت المقدس وإذا كان البيت المقدس حاله حال باقي المدن والبلدان بل أقل شأن منها بحيث يخربون سوره ويتنازلون عنه للفرنج فلماذا إذن جعلتم عملية فتحه وتحريره من قبل الفاتح صلاح الدين قضية مقدسة قدسية أقمتم الدنيا لها ولم تقعدوها ولا زالت الدنيا عندكم قائمة بخصوصها ولم تقعد ولن تقعد عندكم ما دامت الأمة عاجزة عن إنجاب قائد شجاع وذاك البيت المقدس يبكي وينزف دمى ويشكو إلى الله تعالى المظلومية التي هو فيها فلماذا إذن لا تقتدون بصلاح الدين فتحررون البيت المقدس وإذا كنتم عاجزين عن إنجاب وصناعة بطل حقيقي فلماذا إذن لا تقتدون بأبناء الملك العادل فتسكتون على اغتصاب البيت المقدس أذن لا صاغرين ألا يوجد حليم ألا يوجد شجاع ألا يوجد صلاح الدين اشتركوا في القناة